موسيقى ليه النهاردة الزمالك ظهر بالصورة دي قدام بروكسي غريب جدا يعني النهاردة بروكسي أصايح عمل مباراة كبيرة ومحترمة جدا بس الزمالك تكتكيه النهاردة كان فيه تمامين حاجة غريبة في المنة أكيد تشوفتها بشكل فان بالضبط هي بداية هنبدأ بالزمالك طبعا لأنه هو دايما في الماتش هو المرشح الكبير في الماتش الراجل بدأ بطريقة مش كويسة لكن كأفراد هو بدأ الناس اللي هو عايز يجربهم وعايز يشوفهم في الملعب لكن تكتكيا وحسب الطريقة وأماكن اللعبة متغيرة جدا يعني النهاردة بنشوف حمزة المسلوسي بيلعب قدام سيد نمار مع أن المفروض العكس اللي يحصل بيبدأ بروكة ودونجا جنب بعض مع أن الطريقة اللي هو بيلعب بيها مش محتاجة أكتر من ديفندر واحد حتى كان كابتن فاروق عفر بيتكلم قالي الموضوع ده والأفراد كمان مساعدهوش النهاردة تلاقي سامسون لأ بعيد خالص 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 تلاقي سيد نمار النهاردة بعيد عن مستوية بتلاقي حمزة بيلعب في مكان مش مكانه فالطريقة ما مساعدتش اللعبة اللي موجودة في الملعب أن هي تقدر تأدي كمستوى نادي الزمالك طبعا مع الخطأ بتاع حاتم سكر لعب الزمالك طبعا يعني لعيب كويس عمل خطأ بس الدنيا مش أوحش حاجة لأ لعيب كويس وكمل بعدها وجاب جون التعادل فلا يعني الزمالك هو اللي ضيع الموتش من الحاجات الغريبة أنه سوريو بعد المباراة مش عايب رأيك إيه لما سألوه على حمزة المسلوسي ومركز حمزة المسلوسي قال لك أنه أنا عملت زيما ليفربول بيعمله مع أرنولد وعملت زيما ماتشيستر سيتي بيعمله مع وكر تمام يعني هو الراجل كمدرب ما عنديش مشكلة في اللي هو بيفكر فيه صح لكن هل الشخص ده هيقدر يعمله زي أرنولد هل الشخص ده هو أرنولد بالظبط هل الشخص ده هو وكر قريب منه لكن ما فيهوش كل المواصفات اللي موجودة في اللعبة دي صح المكان ده عايز اللعب بيعرف يلف بيعرف يستلم تحت ضغط حمزة كل لعبه على طول بيوجه على فكرة عشان بس ما الناس بذي تتكرش نحن نتحدث على حمزة المسلوسي ما فيش لعب في مصر لا محترف ولا مصري هو قريب من هارده بالظبط أو يقدر يلعب بالطريقة دي احنا ما عنديناش الطريقة دي بتحط اللعيب على الطريقة اللي تناسبه بالظبط حتى الأفراد النهاردة كله متلغبط في الملعب كله بتلاقي فترة حمزة جنب سامسونج جنب سيف فاروق جعفر التلاتة مدين دهرهم للملعب فمش هيعرفوا يلعبوا مين عندك بلاي ميكر يقدر يلعب ما فيش فهي دي اللي أخرت الزمالك شوية مع الأخطاء اللي حصلت فهي اللي أخرت الزمالك إنه يتأخر في النتيجة لحد ما طبعا وصل لأشياء إضافية لما تبقى مدرب جديد تعمل ثورة زي اللي بيحاول يعملها أسوري وفي التشكيلة وفي الطريقة ولا تمشي شوية على اللي قابلك وتحول تغير سنة سنة لا أنا ما عنديش مشكلة في الثورة يعمل ثورة لأن فعلا نادي الزمالك محتاج ثورة في الموضوع اللعيبة لكن الطريقة أنا بختلف معها كثير أسوري على المستوى التشكيل ولكن مش على المستوى الطريقة بالزبط أنا ما عنديش مشكلة في التشكيل عندي ألعب وجرب وشوف الناس كلها لأن دي فترة التقييم بالنسبة للنادي الزمالك وخصوصا ده مطش كاس وبتلاعب فرقة في الدرجة التانية طبعا لازم نديهم حقهم فرقة كبيرة وعملوا مطش كبير وهم منظومة كبيرة وجايين في الفترة الجاية وهيبوا في الدائر الممتاز بس بالطريقة لا بعيدة جدا جدا على أنها تتنفذ مع اللعيبة اللي موجودة في نازل زماني مفيش خالص أنا في حاجة النهاردة فكرت فيها أنه ممكن الطريقة أطلع بطر ممكن اللعيبة أنت باش في أفضل أحوالها بس أنت برضو مش بتلاعب منافس مع كامل اللي عمله النهاردة بروكسي خيالي حاجة عظيمة بس أنت مش تلاعب منافسي خليك برضو بعيد كل البعد ده دي نقصة عندنا شوية كريم ما عندناش اللعيبة اللي تقدر مع خطأ من المدرب تقدر تستوعب الموضوع في الملعب وتقدر تعدل الدنيا تلم الدنيا تلم الدنيا وتعدل وخصوصا أن أنت كمان اللعيبة اللي متغيرة في الملعب كتير فلو واحد غير التاني مش هيعرف التالت مش هيعرف فما نادي الزمالك عمل تغيرات الشوت تاني الدنيا بقت أحسن شوية وقدرنا نرجع بالنتيجة والموضوع وصل لأشوات إضافية بس في الأول وفي الآخر ودائماً ماتشاط الكاسي انت عارف بيقى فيها مفاجآت كتير حسيت ما حسيت ده مش عارف انت حسيته حسيت أنه الزمالك قبل المباراة سواء لعبين أو جهاز فني ما تدوش البروكس اللي احترامي الكافي حسيت ده في الملعب النهاردة ده شيء طبيعي بس في الأول وفي الآخر بترجع لعقلة اللعيب اللي موجود ماتش الكاس غير ماتش الدوري ماتش درجة تانية غير ماتش دوري مش عارف ممتاز غير دوري أفروكيا لأ اللعيب هو انت اللي بتدخل نفسك الزون بتاع التركيز لأ ماتش ده ويفرقش معك أي مباراة ما فرقش ما عنديش مشكلة تهزر ما عنديش مشكلة بس هل هزار ده هيوديك في نفس التركيز اللي انت تقدر تأدي به لأ هي ده المشكلة اللي بتحصل مع اللعيبة في مصر خلي بالك ده موجودة في كل الأندية في مصر يعني تلاقي اللعيبة يعني لو انت تفرجت على بروكسي في الدرجة التانية قدام نادي الزمالك ماتش مزاع اللعيبة عايزة تثبت نفسها هي ده اللي بتفرق في المستوى نهار ده أنا برضو بفرج على المباراة في جملة دايما بترن في وداني وباسمعها انه الكواليت يا جماعة في مصر اللعيبة في مصر بقت قريبة أوش يعني بقاش زي زمان زمان كان فيه فروقات واضحة اللي انت لقليه زمان التحية كان بيفروق على الباقي دلوقتي كله شبه بعضه حتى لو وصلنا لدرجة التطمع طبعا فيه فرق أكيد بس مش كبير مش الواسع يعني من فترة كبيرة في اللواء الجيل 2006 و2008 و2010 فعلا كانت اللعيبة موهوبة كانت بتقدر تعمل المدرب عايزه صحيح بجانب ان اللعيبة في الملعب كانت بتقدر تتأقلم في أوضاع كتير من غير ما المدرب حتى يقول عليها صحيح كابتن حسن شحاتف في أفريقيا أكيد ما كانش بيقول اللعيبة تعمل كل ده أكيد بس اللعيبة من نفسها كانت بتقدر تنفذ وكانت بتقدر تلعب وكانت بتقدر تجاري وانتخبات زي الكاميرون والسنغال وكوتفوار كل الناس دي كانوا بيبوا محترفين واللعيب وانت مفيش عندها غير محمد زيدان مثلا محترف أو أحمد حسان ميدو لكن كانوا بيقدروا ينفسوا ويجاروا كل اللعيبة دي دلوقتي اللعيبة ممكن تكون الموهبة قلت شوية بس تكتكيا انت بعيد يعني انت لو هتعوض الموهبة دي شوية بتكتك ممكن لكن انت مش قادر توصل للتكتك ده صح فهي دي المشكلة لانت قريب من تكتك والموهبة قلتها بالزبط فبالقي تكله زي بعضه صح الدرجة الثانية انت لو اتفرجت على مجموعة القاهرة لا انت أكيد انك بيتفرج على الدور الممتاز عادي جدا ده فيه ست فرق سبع فرق يلعبوا في الدور الممتاز وفيه لعيبة ممكن احيانا تبقى احسن من اللعيبة اللي موجودة في دور الممتاز دي حقيقة وفي شهر واحد فيه يجي خمس لعيبة او ست لعيبة راحوا فرق في الدور الممتاز وبيلعبوا دلوقتي فيه اتنين في المصري وفيه في سراميكا لا فيه لعيبة كتير في الدرجة التانية تقدر تلعب في الدور الممتاز عادي خالص عادي خالص سؤال لما قبل هذه المواجهة لماذا ابتعدى الزمالك او اختلف مستوى الزمالك من الموسم الماضي للموسم الحالي في وقت قصير جدا يعني انا افهم انه حتى برحلة الهبوط او النزول في المستوى ممكن تحصل تدريجيا سنة بعد سنة بعد سنة كده كنت في البيك السنة اللي فاتت فجأة ويعت دي دايما كريما ما تبقى في منطقة في المستوى مثلا الاول او التاني عشان تعدي او تثبت في المستوى ده لازم تجدد الدوافع فيش تجديد دوافع في نازل زمالك كان عندك السنة اللي فاتت وقفوا قيد لعيبة مش موجودة كتير لعيبة مشت لعيبة مشت لعيبة مشت بتلعب بالناشئين سام عم مجيد سيد نمار يوسف وسام النبي سيف فاروق جعفر الناس دي ياللي جابت لك الدوري وياللي جابت لك الكاز طب فين بقى تجديد دوافع اه دعمت وعملت كل حاجة بس هل دعمت في الاماكن اللي انت عايزها هل دعمت في اللعيبة اللي تقدر تحافظ على قيمة نازل زمالك انت ماشيت طارق حامد هل جبت نفس الناس قريبة منه ماشيت اشرف بن شرقي جبت حد قريب منه مش لازم قريب منه على الاقل يقدر يتأقلم في نازل زمالك ويديك حاجة قريب من المستوى ده لكن الناس جات مصطفى شلبي طبعا كان خنائة الاهل والزمالك كان احسن لعيبة في الدوري بس هل تأقلم مع نازل زمالك مقدمش مثلا ربع مستوى اللي كان موجود بيه في امبي نفس الكلام مع لعيبة كتير زي احمد بالحاج يجي من اسوان مقدمش اي حاجة مع ان اللعيب ده لعيب كويس جدا عمر سيسي كان مكسد نانية مع طلقة جيش بالضبط هي دي الفكرة بجانب ان انت كمان ما جددتش الدوافع بالنسبة اللعبة اللي موجودة اللعبة الصغيرة جددت عقدها طورت من ادائهم هي دي اللي بتفرق عايز اخدك بقى لبروكسي بروكسي طبعا فرقة كويسة بجانب ان هم منظومة كويسة يعني هم عندهم مجلس ادارة كويس بيعملوا مسكرات معهم جهاز فن كويس كابتن محمد حامد وكابتن رمزي صالح وكابتن احمد سمير الناس دي برضو في الكرة اسمائها مش قليلة بجانب ان هم دعموا شباب مع خبرة النهاردة بتشوف احمد جمعة بتشوف مرقان النجار بتشوف مصطفى الصفتي اللعبة دي كلها لعبة دورة ومتاز مع لعبة صغيرة زي اللي كانت موجودة قدرت ان هي تلعب جيم كويسة على النادي الزمالك وتعبوا النادي الزمالك جدا مكنوش خايفين لو افتا عندك كتير قوي ان هم مش نازلين خايفين مابقاش في خوف خالص يا كريم دي خلص دي لو اروح ارصص اللعبة كلها في الدفاع واستنى الجول يخش فيه وخصوصا كمان انت زي ما انت قلت من شوية الفاري مابقتش كتير النهاردة بتشوف مثلا اللعب بتاع نادي بروكسي بيلعب واحد ضد واحد في نادي الزمالك بيعدي عادي مفيش مشكلة لكن قبل كده كان الموضوع بييجي مثلا الفرقة مثلا في الدرجة التانية بتقف تعمل زون نادي الزمالك يعني لكن الموضوع مابقاش كده خالص بروكسي قدوا موتش كبير ويستحقوا ان هم يبقوا موجودين في الدوري المحترفين السنة الجاية وممكن بعد سنة ولا سنتين تلاقوهم في الدوري الممتازة هاش عالك عنك انت؟ انا والله كنت موجود في نادي بايونيرز في الدرجة التانية بس بشوية مشاكل حصلت فبقيتش موجود من شهر واحد يعني انا لسه يعني فساخت عادي معهم من شهر واحد بس وان شاء الله في أول السنة كده اول السنة ايه بقى؟ ان شاء الله يعني احاول اكمل ايه اللي من خلاكش يتكمل؟ انا عارف ان انت بدلين حالتك والفنية جاهزة مفيش مشكلة يعني لو انت عطيت في عطبارك ان انت مش هتكمل مش هتكمل ايه؟ مش هكمل مش هعيز اقولك مثلا انا عملت وعملت وعملت بس انا راضي يعني على الفترة اللي انا قضيتها في الكورة فمش هعيز يعني انزل مثلا بالمستوى قوي فعايز لو ان شاء الله لقيت حاجة عرض كويس يليق بيا هكمل ما لقيتش لا خلاص يعني الحمد لله كده واتجه بقى يعني حاجات تانية ايه افضل فترة حستها في كورة القدم لعبت فيها يعني؟ انا افضل فترة بالنسبة لي طبعا انا بدايت في المحلة اه بعدها حصل لي دروب شوية في سموحة مع ان السنة دي اللي خدنا تاني دوري وخدنا تاني كاس اه بعد كده تاني احسن فترة ليك هتفل انتاج الحربي مع كابتن شاوي غريب دي انت بالنسبة لي دي بالنسبة لي اه بعد المحلة اه اه لو عايز فريقة هتبقى بتضع على فرق في القائرة او لو ممكن تروح تلعب مع المحاولة لا ما عنديش مشكلة في اي فريق بس اهما حاجة الوضع يبقى كويس كابتن رحمة انتشرفت ونورت حبيبا كريم وانا مبسوط ان كنت معاك ودايما كده مع بعض ان شاء الله يا حبيب انا متشكر جدا مشكورك شكرا جزيلا احنا لسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهاردة من رقم عشرة بعد الفاصل اي سي الحسين ومحمود شاكر اتكلم معاهم بقى شوية عن ريال مادين وماتشستر سيتي وبالتأكيد المبارات الغد بين انتر وميلا حاليكم معا